موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشرعية نخصص هذه الحلقة من البرنامج للحديث حول قضية الإرهاب وأليات محاسبة الدول الرعية للإرهاب الأسود هذه الأليات كيف تكون وفقا للقانون الدولي وذلك في الوقت الذي تتعالى فيه وتتوالى الإدانات المتواصلة محليا وعربيا ودوليا لهذا العمل الإرهابي التكفيري المجرم الذي وقع ضد أبرياء يقومون بصلاة الجمعة في خير يوم انطلعت فيه الشمس في مسجد الرودة ببير العبد بشمال سيناء تتعالى أيضا الأصوات الدولية المطالبة بضرورة أن يبحث الجميع في كيف يمكن محاسبة ومحاصرة الدول الرعية للجماعات التكفيرية والإرهابية العابرة للحدود التي توفر التمويل والتخطيط والدعم اللوجستي وكذلك الملاذات الآمنة لهؤلاء التكفيريين وهؤلاء الإرهابيين هنا تثار مجموعة من الأسئلة كيف يمكن مواجهة هذه الجماعات العابرة للحدود ما هي الأليات التي ينبغى أن يقوم بها الجميع محليا وعربيا وعلى المستوى الدولي أيضا أبرز الموثيق والقوانين الدولية التي يمكن أن تساهم في ذلك وتعاقب الدول والمنظمات والمؤسسات الرعية للإرهاب والإرهابيين هذه هي الأسئلة الأساسية في هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشرعية ومعنا في الستوديو ضيفان كلمان للرأي والتحليل يشرفنا سيارة اللواء محمد زاكي مساعد وزير الداخلية الأسبق برحب بسيطةك فانديم أهلا وسهلا كما يشرفنا أيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي بجامعة عن شمس برحب بسيطةك فانديم أهلا وسهلا واسمحونا نشوف تقريرا مبدئيا مع مشاهدين الكرام مع حضرتك ثم نبدأ النقاش بعد هذا التقرير تخوض مصر منذ فترة طويلة حربا دروسا ضد الإرهاب وهو ما لا يدع مجالا للشك في أنه تقف وراءها استخبارات أجنبية ودول تدعم مخططات التخريب والإرهاب مما تطلب موقفا دوليا إزاء الجهات والدول الممولة للإرهاب الأحداث الإرهابية التي تستهدف مصر من حين لآخر وكان آخرها هجوم بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء والذي استهدف عمار بيت من بيوت الله يتماثل مع هجمات إرهابية ضخمة أخرى شهدتها العديد من مدن العالم ومع استفحال ظاهرة الإرهاب التي لم تعد قاصرة على دولة أو إقليم محدد تبرز الحاجة إلى أن تكون هناك وقفة جادة على المستوى الدولي لاتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من يقوم بتمويل ومساعدة الجماعات الإرهابية من خلال قانون دولي يسمح بمحاسبة الدول الداعمة والممولة للمنظمات الإرهابية ويؤكد المتخصصون في القانون الدولي على ضرورة مقادة الدول الداعمة للإرهاب أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بمثل هذه القضايا باعتبارها دولا تضر بالمصالح المباشرة وغير المباشرة للدول والشعوب ويقترح آخرون أن محاسبة الدول التي تدعم الإرهاب دوليا من الممكن أن تكون عن طريق دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب بهدف إصدار قرارات لمحاصرة الإرهاب وتجريم دعم الإرهابيين وإيوائهم وتكفيف منابع تمويلهم مرحبا حضراتكم من جديد بعدما شفنا التقرير نبدأ النقاش على الفوسيا تلواء كيف رأيت أبعاد هذا الحادث الإجرامي الذي قام به تكفريون ضد أبرياء يصلون في المسجد يا بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي بدأتاً أن أبدأ بتقديم تحية الإجبار والإعزاز لكل شهداء الوطن وأنا أدعو الله أن تتعافى مصر مما تشهد ساحتها ولا يستحق له أمناءه بالنسبة لطبيعة تحليل مضمون هذه الواقعة هنجد أن هناك نوع معين من أنواع التغيير في التخطيط كما نعلم أن التخطيط أساس أي عملية وهذا التخطيط يتطلب تخطيط أيضاً على الجانب الآخر إذا كان جانب شريل يخطط فهناك الجانب الأمني يخطط ولا تترك عملية التخطيط لجانب أبداً شريل هنجد أنه الهدف الأسمى أو الأساسي هو تقويد الاستقرار في الدولة بالإضافة إلى زعزعة السلطة التنفيذية أو زعزعة الهيكل التنفيذي لهذه الدولة من خلال عمل عنيف يؤدي إلى تغيير في اتجاهات الرأي العام وإضافة رعب إلى اتجاهات الرأي العام بين أسر رجال إنفاذ القانون بل ورجال السلطة القضائية ومن هنا هنجد لكي نصل إلى تقويد الاستقرار لابد في هذه الأوضاع خاصة مع الوظفة الاعتبار الإيجابيات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية في الداخل أو في الخارج والمبشرات والساحة الاقتصادية أيضاً ما لسا بقول حضرتك المبشرات بعملية تعديل في الأوضاع الاقتصادية في الدولة بالإضافة إلى النجاحات التي اتضحت من خلال المسالحة الفلسطينية استقرار أو السعي إلى استقرار الأوضاع الليبية مؤتمر الدولي للشباب الحقل الظهر وما واكبه من نشاط السياسي كل ده بالإضافة إلى عملية واضحة جداً وهي أن هناك احتواء من الإجهات إنفاذ القانون إلى الموقف في السعارة الغربية وأعتقد أيضاً كل الناس شايفة إن هذا الاحتواء أثر بكثير جداً على مصادر واضح جداً على مصادر التمويل فلذا لجأ المخطط الشرير أو الإجرامي وأنا لا أقول شريرهابي لا إجرام ده مجرم إلى عملية تستهدف إحداث دوية كبير جداً وإحداث ضحايا لا يمكن أن يتخيلهم أحد في ظل سماوات مفتوحة سعياً وراء التأثير السريع من خلال هذه العملية على الرأي العام الداخلي والدولي وأيضاً إرعاب السكان في تلك المنطقة وإرعاب أصر رجال إنفاذ القانون لكي يعني إدهم تخف شوية على المتابعات وده التحليل المضمون السريع لهذا التغيير النوعي وفي أسلوب العمل الإرهابي أو الإجرامي طيب دكتور إبراهيم أحمد كيف رأيت هذا العمل من وجهة نظر حضرتك ومن هيك رجل قانون وكأستاذ قانون طبعاً هو هذا العمل في الحقيقة مروع وعمل يعني لا تقبله الإنسانية بصفة عامة نعم وغير متصور يعني أن يوجد آدميين يمكن أن يقوموا بمثل هذا العمل قتل مصلين أثناء الصلاة يعني لا يمكن أبداً تبرير هذا وفقاً لأي شريعة ولا وفقاً لأي مادة يعني مثل هؤلاء المجرمين أعتقد أنهم لا دين لهم لا يمكن أن يكون لهم دين يعتنقوه ويسمح لهم بهذا أفكارهم لا شك أنها أفكار إجرامية الحادث باشا بكل المقاييس وبكل الصور في كل دول العالم واضح أن هناك تعاطف مع مصر في هذا الموقف الجلل الذي تقف فيه الآن لا شك أيضاً أنه إحنا بنرى أنه الجهود الأمنية هي جهود كثيفة وجهود يعني دقوبة وكل هذا نشيد به ونحن نقدر تماماً ما يبذل رجال الجيش ورجال الشرطة من جهود لمحاولة ضحر الإرهاب لكن لابد أن نكون على مستوى هذا التفكير الإجرامي ولابد أن نتتبع هؤلاء القتلة لأنه على حد علمي أنه كان هناك تهديدات سابقة قاب بها هؤلاء المجرمون وهؤلاء القتلة وأنهم ذهبوا قبل ذلك إلى نفس هذا المسجد وادعوا أنهم يقوموا باستتابة الأشخاص الموجودين في هذا المسجد وأعتقد منذ عام كان قد قتل أحد كبار المشايخ رجال المشايخ من هذه الطائفة التي هي الطائفة الصوفية وكانوا قد هددوا بأنهم سوف يقومون بردى من لا يخرج عن هذا الأسلوب في التصوف أو ما إلى ذلك ولكن أعتقد أنه لم يكن هناك متابعة لمثل هذا الحالات لا شك أن القوات الأمنية في مثل هذه الحالات لما تصلها معلومات أنه في أشخاص على هذا القدر من الهمجية والوحشية أن يقوموا بتتبعهم محاولة الوصول إلى أماكن اختبائهم محاولة ترقب وصولهم لمنع مثل هذه الأعمال الوحشية طبعا كل هذا لا يقلل أبدا من أن هناك جهود قوية تبزل في هذا الشأن ونحتاج أيضا إلى تعاون قوي ووثيق فيما بين القوات المسلحة ورجال الشرطة في هذا الشأن سيد الوام ما الذي جعل هذه الجماعات التكفرية الإجرامية تغير من سلوكها الإجرامي وتقوم بهذا الحادث الإجرامي البشع كل حوادثها إجرامية بكل تأكيد لكن هذا الحدث بهذا العدد الضخم وفي هذا المكان بالذات هو أشد دموية وأشد وحشية ويعني بكل الأوصاف اللي ممكن تقال هنا ما الذي جعلها يعني كالخلال السرطانية المجنونة بهذا الشكل؟ يعني أنت دلاتي بتنتقل بينا إلى تكفيف المنابع فأنا بقول إيه؟ أنا بقول أن هناك إنسان هذا الإنسان يعاني من كافة ضغوط المشاكل المعيشية بالإضافة إلى تراجع في مستوى التعليمي بالإضافة إلى عدم وجود أي نوع من أنواع العلم يعني أمية دينية كاملة هذه الأمية الدينية بتفرز أغرب أنواع المفسرين من زاوي الهوى بيحط السم في العسل وبيدفع هذا الإنسان دفعا إلى ارتكاب مثل هذه العمليات على اعتبار أنه سوف ينقذ البشرية وعلى اعتبار أن الله سبحانه وتعالى اختصاه هو بالذات كويس لرفع راية الدين وللقضاء على ما يمكن أن يطلق عليهم الكفار والعياذ بالله فمن هنا نجد أن الأمية والأمية الدينية بالذات والتعليم وأيضا القدوة والمثل والوضع الاقتصادي كويس دا هو اللي حصل لهم ما يطلق عليه غسيل دماغ من أجهزة مخابرات ربما دولية دا شوف أنا عايز أقول لك لا يوم ما لا ترغب في استقرار عايز أقول لحضرتك أحنا قلنا أن الهدف الأول من النشاط هو تقويض الاستقرار أي وزعزعة الأداء الدولة الحكومي والرأي العام دي خلاص دي احنا تقررين عليها جميعا ولكن أنا أقول لك علشان أنا أنطقي إنسان لازم أنطقي هذا بالمواصفات اللي بيتمتع بهذه المواصفات والمواصفات دا فضلت واساسة فعشان كده لازم نبقى عارفين أن هناك طلب يعني عاجل أنا على ثقة في أن من ارتكب الجريمة وخصوصا دلوقتي أن المعلومات لازم حتنهال على أجهزة المعلومات وأجهزة الأمن لأنه طبعا ما ارتكبهش من فراغ يعني أكيد راح وعمل معينة وعمل وقبل كده قتل الشيخ على أساس أن الطريقة الجريرية دي طريقة كافرة وكلام الجميل اللي بيقولوه دا والعجب الله كويس إنما في حاجة هنا دي أنا عارفها إنما لازم حيأتي جنبا إلى جنب أو بالتوازي مع ضبط الجريمة ضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وفقا لقواعد القانون كويس اللي هي عملية البدء في تشغيل أنا معتقد إن هذا دول المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف إنه هيبتدي يبص نظرة عامة ويوصل الموضوع من خلال ما يحدث على الساحة إلى متخذ القرار وبالعكس وبالعكس لأنه أنت علشان ترتكب مثل هذه الجريمة عايز مجرم هذا المجرم هدي مواصفاته فلازم أقطع هذه المواصفات كلها وبعد كده أبتدي بقى أحاسب نفسي آه هتاخد وقت بس هتاخد وقت بعد رحلة الميل تبدأ بخطوة هتاخد وقت بعد ما إحنا نكون حسين حسين وخصوصا المبشرات كثيرة والمؤشرات القادمة جيدة وده بيسعى بكل شكل إلى الحيلولة بيننا كمصريين ومن بين أوضعنا المستقبلية الإيجابية بدا أنا شايف أن دي القراءة لهذا الموضوع السريع طيب دكتور إبراهيم في الوقت اللي بتتوالى فيه الإدانات بتتعالى فيه الأصوات المطالبة بمعاقبة الدول التي تقوم بتوفير ملاذات آمنة وتمويلا ودعما لزشتيا وتخطيطا للجماعات الإرهابية والتكفرية العابرة للحدود وهذا الحادث في معظم التحليلات يقال أنه حصل فيه مسندة من هؤلاء الإرهاب العابرة للحدود أو أجهزة مخابرات دولية ربما يعني تبقى لبعض التعليلات اللي بنسمعها من الخبراء الأمنين وخلاف طبعا مثل هذه الجرائم الوحشية من الصعب على أفراد بمفردهم أن يقوموا به حتى لو هما كانوا أصابة أو جماعة إرهابية فهنا طبعا احتمالات كبيرة جدا أن يكون فيه مساعدة أجنبية مساعدة خارجية سواء من دول بعينها أو أجهزة استخباراتية تقوم بمساعدتهم لأنه طبعا لا شك أنه هما يوجد من يمولهم وهذه مسألة هامة جدا لأنه مثل هذه الأسلحة التي لديهم ومثل هذه السيارات التي معهم وكل الإمكانيات التي يستخدمونها لا شك أنها آتية من جهة آتية من جهة إذن لابد أن نتتبع يكون دورنا ويكون دور جهاز المخابرات والأمن القومي تتبع الجهات هذا التمويل وبهذا التوفير للدعم والمساعدة سواء اللوجستية أو لتوفير أماكن عند هروبهم أو مساعدتهم أو ما إلى ذلك لا شك طبعا أن وجود أنفاق لازالت موجودة في سيناء هذه مسألة في منطقة الخطورة لابد من إجراء تصوير تصوير كامل لكل الأراضي المصرية خصوصا منطقة سيناء وشمال سيناء بالذات وحصر كل الأنفاق وتتبع كيفية التجاء الأشخاص لإستخدامها والأماكن التي يأتون منها إذا توافرت لدينا هذه المعلومات الضرورية واللازمة لمواجهة أي دولة أجنبية إرهابية وإن أي دولة بتساعد الإرهاب فهي دولة إرهابية أيضا يمكننا مقادتهم وممكننا أن نواجههم ولكن يجب أن تكون لدينا معلومات كافية قبل الالتجاء لهذا بس أخف هنا أنا معنا ضيف كريم على الهاتف معنا الأستاذ أحمد بان الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أستاذ أحمد الجماعات التكفيرية التي قتلت المصلين وحولتهم إلى شهداء في المسجد بكل تأكيد كفرت هؤلاء وإلا لما قتلتهم كيف يفكر هؤلاء يعني ما الذي أوصلهم إلى هذه الدرغة من الوحشية والبربرية رغم تعاليم الإسلام السمحة يعني للأسف الشديد يجب أن نكون صرحاء في مناقشة القضية نحن أمام بنية نظرية وفكرية تهيأت عبر عقود طويلة منذ أسف جمال الدين الأفغاني الفكرة التنقض بين الدين والوطني واكتسبت هذه الفكرة الجهنمية أبعادا أخطر مع وجود تنظيم حركي كتنظيم الإخوان المسلمين الذي قطع شوطا كبيرا في ترسيخ هذه الأفكار والذي خرجت من عباءاته كل هذه التنظيمات التي توسعت في التكفير إلى حد أنها كفرت بعضها بعضا كما جرى في سيرة تنظيم داعش الذي سيطر على قطاعات وساعة في سوريا والعراق إلى حد أن مجموعة الحازميون وهي مجموعة من غلاس التكفيريين داخل التنظيم كفرت الطائفة الأخرى أو الفريق الآخر داخل داعش واستهدفته بالقتل بعد أن كفرته فكرة التكفير المتسلسل فكرة التكفير المتسلسل وبني التكفير هي بنية قديمة تتغذى على كتب الفقه والفتاوى القديمة من المعروف أن الفقه في النهاية هو حركة العقل في المواجهة النص على ضوء الواقع هذه الفتاوى والتراش الفقه أو الركام الفقهي القديم هو يمثل الغذاء الفكري لهذه المجموعات التي تزاوج فيها أو تزاوجت فيها أفكار سيد قد في التكفير والعزلة والجاهلية مع أفكار محمد بن عبد الوهاب لتنتج لنا هذا الكائن المشوى الذي يسمى داعش بأفكاره وبنيته النظرية والفكرية التي بررت وشرعنت فكرة قتل الناس بالكشف عن معتقداتهم أو محاكمة معتقداتهم على مقياة هذه الجماعات طيب هذه الجماعات منتشرة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وطال أثرها الوحشي والتكفيري مصر بكل تأكيد يعني إذن هي خليط ربما الأعضاها خليط يعني خلينا نتكلم على مصر أعضاها من جماعة الإخوان الإرهابية فقط ولا ربما فيه خليط آخر من هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية الموجودة في الدول اللي ذكرناها يعني الأمر تجاوز بقى الإخوان تاريخيا إلى مجموعات أخرى كمجموعات الجهاد المسلح شهدنا في مرحلة ولادة القاعدة وخرج من القاعدة داعش لكن أكبر معصره المجموعات التأم تحت رعاية حكومتين أو نظامين في مرحلة من المراحل في السبعينات أو في نهاية السبعينات عندما نفذنا أجندة الولايات المتحدة في استنزاف الاتحاد السوفيتي لصالح قوة قبرى كانت الولايات المتحدة كان وقود هذه الحرب من يسمون بالمجاهدين وانتشرت المسألة تحت لافتت التضامن مع شعب مسلم تعرض لغازم السوفيتي ثم انتقلت إلى مستوى النكاية في الشعوب والأنظمة والمجتمعات ثم وصولا إلى ما يسمى بجهاد التمكين كما احتلال هذه المجموعات لدول مثل سوريا والعراق وسيطرتها على ما يقلب من 9 ملايين نسمة وإعلان دولتهم في سوريا والعراق وبالتالي هذا الفكر نجح في تأسيس والحفاظ عليها لفترة وأصبح موجود في عدد من الدول تحت عنوان الولايات وهو يمثل خطر حقيقي لأن هناك إصرار من بعض القيدة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستتعامل مع ورقة الإرهاب ليس بأعتبارها خطر يهدد الأمن والسلم الدولي لكن ورقة لتحقيق المصالح ورسم الخرائط بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني يعني هي تستخدمها أداة لتحقيق أهدافها وسياساتها ربما نعم توظفها في النهاية لتحقيق مصالحها والولايات المتحدة بارعة في تحويل الخطأ والتهديد تستفيد منها في تحقيق مصالح هل هناك دول أخرى غير الولايات المتحدة تستخدم هذه الجماعات لتحقيق أجراضها في تفتيت المنطقة وإضعاف وإنهاك المنطقة لصالح دول بعينها للأسف الشديد تورطت كثير من الدول في اللعب بهذه الورقة وشاهدنا كيف مولت بعض القوى الإقليمية عناصر ومجموعات في الداخل السوري لكي تنفس في النهاية مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بوعي أو دون وعي بشكرك شكرا جزيلا هالباحث والكاتب أحمد بان الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية وأعود إلى ضيفها الكريمين سيدة الواء كما تفضلت إذن هناك دول أو كما تفضل أستاذ أحمد بان وتفضلت سيادتك قبل ذلك هناك دول وربما أجهزة مخابرات دولية تابعة لدول لها مصلحة في إحداث حالة من الأرباك وعدم الاستقرار لبلدنا العربية ومصر منها كيف إذن على الأجهزة الأمنية أن تواجه ذلك وأن هذه الجماعات التكفيرية التي تقوم بهذه العملات الأربية تقف وراءها أجهزة ودول شوف حضرتك لا يمكن أن تفصل حلقة الأمن عن باقي حلقات السلسلة نعم إذا ما كانت هناك رؤية في المواجهة فنجد أنها عبارة عن سلسلة متعددة في الحلقات زي ما قلنا الحلقة التعليمية الحلقة مواجهة الأمية الحلقة الإعلامية دي مهمة جدا الحلقة الأمنية الحلقة الاقتصادية أيها ستباها ما هتعمل ده فيه ناس وقفا لك بالمصاد وابتبعت لك ناس لأن هي حطاك في دماغها يا دكتور فضل سي رحلة الميل تبدأ بخطوة فضل أنا على ثقة وألتمس أمس أن كل الناس تثق في أجهزة الأمن طب وأنا على ثقة في أن أجهزة الأمن تقوم بدورها كما يجب ولكن لابد من تماسك الحلقات من ضمنها لأن أمن أساس عمله المعلومة المعلومة المختارقة لعناصر النشاط الضار المعلومة التي بعد تحليلها وتقييمها تؤدي إلى اتخاذ الإجراء الذي يحد من هذه الأنشط هذا الإجراء يأتي جنبا إلى جنب مع عملية تكفيف المنابع وأول هذه العمليات هي التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب الدولي هذا التعاون الدولي يعني لا يشمل فقط التعاون في تبادل المعلومات ولكن في تبادل التدريب وفي تبادل التجهيزات وفي تبادل الخبرات من خلال لقاءات دورية بتتم على الناحية الإقليمية ونحية الدولية مع الوضع في الاعتبار مصالح كل دولة عشان إحنا مش عايسين في المدينة الفضيلة طبعا بكل دولة مصالحها يعني معنا كده في دول ذات وجهين تعلن أنها بتكفح الأرهاب وضد الأرهاب وزعلانة من الأرهاب لكن هي بتعمل حاجة قال وحمد بان يشير إلى كده بتتعامل وفقا لمصالحها مفيش دولة بتعامل بعاطفة والدكتور طبعا أستاذنا في هذا مفيش دولة بتعامل بعاطفة دولة بتتعامل بالمصالح هذه المصالح قد تكون عزمة أو كبرى أو صغرى أو هامشية رغم أن الخطابهم بقول غير كده لا الخطاب ده بقى راجع للمصالح الخطاب شيء والواقع شيء بس أنا عايز أقولك حاجة اوعى تنسى الحلقة الإعلامية إحنا دلوقتي إعلاميا بتلاقي كل الناس بقول الدين يا بتاعة بتادي أقولك آه آه صحيح ليس الهابي ولكن أغلب الإرهابيين المسلمين إحنا وصلنا نفسنا إن إحنا بقينا من الرأي أو الإعلام العالمي بيدفع حاجات قدامنا لازم نحطها وإيه وعد تتصور إنك إنت هتنجح على الساحة التكتيكية الداخلية من خلال المواجهة على الأرض بدون حركة استراتيجية بعيدة المدى اللي هي بتتطلب كل هذه العمليات اللي حضرتك قلت عليها ما فيش وقت أو بعيدة لا هي بعيدة بس لازم تبدأ وأعتقد إن هي وانس ما أن بدأت حتى يقتنع بها الآخرين خصوصا مع المبشرات الإيجابية اللي احنا شايفينها جاية علينا إن شاء الله طيب الدكتور إبراهيم بتتعالى الأصوات أيضا في بعض الحادث الجرامي ده يقولك دي جماعات عبيرة للحدود وزي ما شفنا أحمد بان وسيدة اللواء أشاروا إلى إنه ربما هناك دول بتقف وراء ذلك وأجهزة مخابرات دولية لا يهمها الاستقرار في مصر ولا المنطقة عموما وبالتالي بنبحث في آليات القانون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة وهذا الدع اللامحدود للأرهابيين والتكفريين والمجرمين هو طبعا الدول اللي هي بتخاول أن تتخفى وراء مبادئ وقيم وما إلى ذلك وفي نفس الوقت تقوم بإعطاء معونات ومساعدات للجماعات الإرهابية هذه مسألة معروفة وأعتقد أن نحن جميعا في العالم دلوقتي أصبح يعني كل شيء فيه واضح قرية قرية وحدة وكل تصرف لا بد أن يعرف في نفس اللحظة في أي مكان في العالم فإحنا كلنا عارفين والعالم كله يعلم أنه الأسلوب الجديد الذي يتبعوه ولا يعتبر جديد هو بقاله سنوات أنه هم بيجعلونا إحنا نقتل نفسنا بنفسنا فبالتالي يقولك دول مسلمين ودول مسلمين يلا اضربوا في بعض فهم بيدوا أو دفعة من الجانبين للتقاتل ومعروف يعني حتى حرب العراق وإيران كانت بعض دول بتساعد الطرفين نفس الدولة بتساعد الطرفين فهو نفس الأسلوب في الإرهاب نفس الأسلوب في الإرهاب نفس الأسلوب في الإرهاب هم مش محتاجين دلوقتي أنهم يحربون وجهاً لوجه ولكن بيحربون بطريقة غير مباشرة بمساعدة هذه الغناصر الإرهابية والإجرامية لأن هي دي كفيلة بزعزعة الأمن في مختلف الدول التي يخشونها ولا يرغبون لها أن تكون لها قائمة فبالتالي إحنا لابد أيضاً أن نكون على مستوى هذا الأسلوب في التعامل لابد أن نكشف مثل هذه المساعدات والمعونات التي تقدم للجماعات الإرهابية ما فيش حاجة اسمها دولة بتدي بتروح مدية دفعة كده من المعونات لجماعة إرهابية وتقول الأصل ده إحنا ندينها لهم بطريق الخطأ كما سمع العالم كله فيبقى لازم ناخد الجملة دي ونحللها ونبرزها ونسلط عليها الضوء ونكشف من وراءها إحنا طبعاً في وسائل في القانون الدولي لمواجهة مثل هذه الأعمال زي إبعاً لا شك أنه طبعاً البداية إحنا عندنا فيه المحكمة الجنائية الدولية وعندنا فيه أمم المتحدة بأجهزتها المختلفة كل حاجة من دول لها مداخلها ولها أسالبها بس لازم توثق الجريمة على طرف معينة على حكومة معينة على دولة معينة أو منظمة معينة بالضبط هو زي ما ساعتك بتقول كده الكلام السليم وإن أنا قلت في البداية إن لازم إحنا نبذ المجهود لتقديم الأدلة الكافية لإدان الدولة بعينها أو منظمة بعينها أو جهاز بعينها ونستخدم هذه المعلومات وهذه الأدلة لكي نقاضي هذه الدول التي تقف وراء الإرهاب بدعمه مالين أو لوجستين أو غيره ويكون هذا من خلال إما الالتجاء للمحكمة الجنائية الدولية أو إلى الأمم المتحدة طبعاً المحكمة الجنائية الدولية فيها مشكلة أساسية في الالتجاء إليها إنه عدد الدول الأعضاء فيها عدد قليل جداً المحكمة دي نشأت باتفاقية روما لسنة 1998 عدد الدول المصادقة عليها لا يكاد يتعدى عدد أصابع اليدين فبالتالي والتالي الدول بتعملها عايزة تعملها آه وهيكون من الصعب إن إحنا نقاضيها أمام هذه المحكمة لأنها مش عضوة لأنها ليست عضوة وبالتالي ليست ملزمة الأسلوب التاني بقى اللي هو إيه اللي إحنا يمكن الالتجاء إليه هو اللي هو المتحدة اللي هو المتحدة فيها إما الجماعية العامة أو مجلس الأمن الجماعية العامة وأنا اسمها طبعاً أصوات بتنادي بالالتجاء إليها هي في النهاية لا تصدر إلا توصيات أو قرارات غير ملزمة للدول وبالتالي سيكون مجرد محفل دولي لإلقاء الكلمات والخطب الرنانة وما إلى ذلك مش هو ده اللي إحنا عايزينه إحنا شبعنا من الكلام كلام يعني ما فيش أكتر منه دلوقتي إحنا عايزين تصرف مباشر فبالتالي الجهاز الوحيد الأقوى هو مجلس الأمن ومجلس الأمن يمكن أيضاً أن يفعل عمل المحكمة الجنائية الدولية بمعنى أنه لو صدر قرار بالمجلس الأمن بتكليف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في قضية معينة اللي هي القضية الإرهاب وتقديم مرتكب الإرهاب وممول الإرهاب للمحكمة في هذه المحكمة فإذن يمكن لها القيام بدورها حتى لو كانت دول ليست أعضاء فإحنا هنا بطريق غير مباشر بنلجأ للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن طبعاً له دور كبير جداً لأنه هو الجهاز اللي ممكن أن يصدر قرار باستخدام قوات مسلحة وتكليف قوات وتشكيل قوات بتعاون فيما بين دول لمخاربة مثل هذه الجرائم وهذه الأعمال الإرهابية يعني تعاملت في عهد العقيد القزافي ضد ليبيا ضد ليبيا وتم فرض عقوبات عليها وعلى العراق أيضاً وتم فرض عقوبات فعلاً ده على دولة وحتى قبل السودان لما صدر حكم ضد غمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه ورغب أن السودان ليست دولة لعضو في المحكمة فهي بالتالي بتأتي بطريق غير مباشر من خلال مجلس الأمن طبعاً مجلس الأمن لا شك أنه فيه أساليب كتيرة وفيه تفاصيل كتيرة ممكن نتكلم فيها أيضاً إذا فيه لا حنرجع لساتك بس خلينا نعود لسيات اللواء من التجارب الدولية في اكتشاف الحوادث الإرهابية وخلافها وتوثيقها ضد دول أو أفراد تابعين لدول أو منظمات تابعة لدول الدول بتفضل الأسلوب اللي عملته اللي عمله الغرب ضد ليبيا وفرض عقوبات وخلافه ربما ولا تاخد بإيدها وتعمل عملية انتقامية ضدها ولا تقول أنا مش هقدر على الدولة أنا أقول على أفراد الفرد دا والفرد دا هم الإرهابيين وأعمل حكاية دي ولا يتم التصرف من خبرات الدولية لا أقول وطنية لكن الدولية ربما الدول بتعمل إيه شوف أيساً أقول لحضرك حسنا كانت ترقنا الحديث عن القرية الكونية اللي عشيب فيها فاضح وتطرقنا أيضاً للحديث عن عملية العقوبات المفروضة دوليا لكن أبرزها كانت حرب تحرير الكويت كويس ولكن إحنا هنا لازم نقول حاجة هناك الكيانات الدولية ذات الاعتبار بس لازم هنحط قدامنا إن ما فيش آلية تنفيذ لأي قرارات إلا طبعاً بوسيطة مجلس الأمن أيو آلية التنفيذ آه آلية التنفيذ لم نشاهدها لم نشاهدها مثلاً في حرب تحرير كويت آه مثلاً إنها مش كل مرة كده آه مش كل مرة وفي مصالح كانت برضو بتمول عملية تحرير نفسها بما يعني كلها حسابات بس هو هو الأول من السهل سهل توسيق الجرام دي عشان الدكتور قال عشان نخش على المحكام الجنائي الدولي لازم نوسخ الجرام دي رجال الأمن سهل يوسقوا الجرام دي وينسيبوها لمنظمات ودول وأطراف على جريمه ولا صعب بيبقوا شطار ما فيش حاجة اسمها صعب آه ولكن عملية التوثيق دي أنا بقى بفكر التفكير تاني خالص صدر سيد أنا عندي قناعة تامة بالإنسان اللي بيفرد نفسه يعني تعالى بص على الإنسان المصري اليوم 30 يوليوم جمّده سياسة الشرق الأوسط الجديد والفوضي الخلاقة داخل مصر مع استمرارها موجودة حوالينا بشكل باشع سواء كانت فيه الغرب في ليبيا أم في الجنوب في السودان أم في المنطقة الخاصة بالسلطة الوطنية كويس عايز تقول إنسان اللي بيلتابيو عوالين تيابته ودوليته وحكومته أقوى من أي حاجة في الدنيا أيه أيه ودي إحنا جربناها هنا في مصر وعملناها وازهلنا العالم وجنّناه بإن إحنا عملنا كده وعملناها بمتالبوساطة والعفوية وروحنا كويس البيت فأنا بقول لحضرتك إن أنت آه أنت عايش في قارية عالمية وعايش في مجتمع عالمي بس هذا المجتمع كل ما قلت الدولية يعني المصالح وليس العواطف المصالح فيها أشيق كبير جدا أحداثه الشيق الاقتصادي أنت خد بالك أنت ما تبصلهاش بنظر إحضية ولا تبص أبدا بنظرة تنفيذ القانون آه تطبيق القانون ده في المحكمة المنصة إنما اللي ينفذ القانون ده رجل الأمن كويس فلازم نبص كمان أن هذا الإنسان أنا بقول رجل الأمن رجل الأمن ده إنسان ضمن إنسان ضمن مجموعة إنسانية كبرى اللي هي اللي قلتلك عليها اللي أكبره العالم على يعني جنن الناس دي كلها بتجميد هذا الموقف دي نقطة نقطة الأخرى اللي هي يعني بقولها أنت ردود الفعل اللي الناس دي هتشوفها ما لم يعالجوا هذا الوضح كما يجب قيل أنت فكر كان عندنا في مصر العائدون من أفغانستان أو الأفغان العرب كان تنظيم بتهيال ده مش تنظيم ده كانت شرازم كده بس كله بيشتغل لوحده زقب منفرد بس جاي زقب منفرد مده هتلاقي بقى قريب جدا الأوروبيون الشواء ما تخلص بقى الشام هيرجعه هيرجعه وتفرق أنا كل ده أنا مش بتوقع أنا على فكرة طول عمري متفائل جدا بس دي بقى يعني عاملة زي اللي يستهل بقى العمل كده وفتح هذه البوابة النارية لابد أن يلسع منها فأنا بقول حدرتك أنه ما نقعدش بقى ما فيش حاجة اسمها واطف وما فيش حاجة اسمها إرهابي مجرم قام بجريمة واجب ضبطه وتقديمه للعداد الضبط شوف البيان النهاردة دي حاجة كمان مهمة جدا مش هاب سمعته ولا لا البيان بتاع اللي طلع من الداخلية بتاع الأمن الوطني لما زبطه المجموعة الأخرانية دي كله مقنن نيابة أمن الدولة تقديم للبدال حاجة الواحد لما بيسمحها بيفرح أو بانبسط أن هناك نوع معين من الأداء أنا بحترم الناس وبحترم اللي بيشوفني وبحترم اللي بيسمعني وبأجبر من صاع له مع جموعة أن يجيلي لأني مش هأهدرها ده لأنا نفسي أن أنا كنت أقوله يعني طيب دكتور يعني هناك دايما ضمن الأليات فكرة قامت مؤتمر دولي لمكافحة الأرهاب كيف يمكن أن يجدي مثل وهل يعني هذا المؤتمر ممكن أن يفضي في النهاية إذا ما حدث رغم البعض قد يتصور أنه فيه دول اللي هي متورطة في الأرهاب ربما تعرقل ذلك لكن إذا ما تم قد يفضي إلى اتفاقية جديدة ما بين الدول ملزمة تحد من عمليات تقديم الدعم اللوجستي والتخطيط والتمويل وخلاف والأمان لهذه الجماعات التكفرية الإرهابية لبأس طبعا من عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن المؤتمر الدولي ده ممكن يكون له بعض فوائد يمكن أهمها فضح فضح من يقف وراء الإرهابية من الممكن الفتح طبعا طبعا لا شك خصوصا لو كانت فيه شبهات قوية أو بعض أدلة أو قراء أو ما إلى ذلك ويكشف السطار عنها في هذا المؤتمر بحيث أنه تقف كل دولة وكل جهة وكل منظمة أمام ما قامت به من أعمال ومن تصرفات لا شك أنه هذا أيضا يمكن أن ينتهي إلى إصدار قرارات وحتى لو لم تكن قرارات إلزامية إلا أنها تنبه كاف الدول العالم إلى الخطورة المحدقة التي يمكن أن تطالي الجميع لأنه زي ما ما احنا شايفين أن الإرهاب مش متوقف إلا عندنا بس لا ما هو في لندن من يومين كان فيه عملات إرهابية وفي فرنسا وفي غيرها من الدول فالإرهاب إذن يمكن أن يصل إلى أي دولة في العالم فبالتالي قيم مثل هذا أو عقد مثل هذا المؤتمر الدولة له فوائد لا يمكن أبدا إنكارها ويمكن أن ينتهي إلى إمكانية تفكير في عقد اتفاقية جديدة تكون أكثر فعالية من الاتفاقيات السابقة طبعا فيه اتفاقية في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفيه أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برهمة سنة 98 لكن التفايل هنا يكاد يكون منعدم يعني إحنا ما نشوف إن الاتفاقيات تكون حبرة على ورق فالمسألة إذن تحتاج إلى آلية للتنفيذ إحنا عايزين لا يكون فيه اتفاقية دولية منزمة لكل الدول يكون فيه آلية للتنفيذ وللمواجهة تشكيل جهاز سريع للتصدي لأزمة معينة لكشف جرائمة للتحقيق لتقديم المرتكب الجريمة للمحاكمة أمام جهة مقترف بها دوليا فبالتالي أنا بأيد ساعتك جدا في هذا الاقتراح أخذ مؤتمر دولي في هذا الشعر ولكن يحتاج إلى تخضير وإلى استعداد جيد حتى يفتكر ممكن تحضروا الدول الكبرى اللي هي لها وجمين دي تدعي أنها أصلا ما فيش دولة هتيجي تترك مثل هذا مطار دولة ما مش هخضر تدعي أنها ضد الإرهاب وإنها حزينة على الحوادث الإرهابية لكن هي بتساعد الإرهاب من فعلا هي ممكن تحضر وتقول كده لكن إحنا ورضو لما يكون إحنا هنواجه الأمر هيبقى الموقف أفضل وهو ده اللي حصل فعلا لما كان الرئيس السيسي في خطاب الألقاف الأمم المتحدة وكشف بعض أعمال إرهابية لقامت بدعمها بعض الدول الدول وبالتالي هذه مسألة واردة سيدة اللي هو العلم العربي هو الضحية الأساسية للحوادث العنف والإرهاب الإسلامي والمغذة من يعني أجهزة مخابرات دولية الإسلامي المنقول الإسلامي مش معناه أنه يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وصحيح وإنما هو يقوم بها مسلمون مغيبون ومغسول أدمغتهم وجهل كما تفضلت يعني هو محسوب على الإسلام وأضر بالإسلام هل يقدر العالم العربي في ظروفه الصعبة اللي هو بيمر بها دي يقعد مع بعضه لأنه هو أكثر المتضررين علشان يواجه هذه الظاهرة ولا شايف الصورة إزاي يعني يعني يبقى فيه اجتماع وزراء الداخل العرب كده كل سنة في تونس علشان يعني شوفوا المسألة دي مش لسه موجودة آه طبعا هو أشوف حاطرتك بس يال عشان حضرتك ما نقعش فيها الله ليس كل مسلم وبين الأسلمة صحيح يعني فاكر أنت الأسلمة الاقتصادية لا ضرر ولا درارة بل حلالا طيبة ارحق السعد ورهيان لو فاكر الفترة الغريبة دي يعني في حاجات أولا التعاون الإقليمي قائم 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 ده احنا لسه الاسبوع الفاتك لدينا وزراء الدفاع العرب اي في الرياض اي كويس قائم بس هنا زي ما حضرتك تفضلت سعدت الدكتور تفضل هي عملت ان احنا ما عندناش آلية تنفيذ تنفيذ ده احنا كان عندنا في مصر سنة 88 مؤتمر انا شاركت فيه كتعملها جامعة إلينوي بالنسبة العام الدولي المواجهة الإراب الدولي كتعملها الأمم المتحدة كان رائح رائح يعني انا 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 لا انسى أبدا وشاركت انا في بحث ببحث في هذا المؤتمر بن يابعا طبعا الجهة العمل ولكن زي ما قلت حضرتك انه ما فيش اسلوب للتنفيذ ما فيش آلية التنفيذ يعني شوف الخطوة الجاية لابد ان تكون بقى عايش في المدينة الفضيلة انها ما اخد بالك ان الطول ما فيه منهج المصلحة هو المسيطر على القرار السياسي وخصوصا الدولي هتجد ان عمليات التنفيذ دي مش بالمستوى اللي يليق بان انا اعمل اوقف ظاهرة اجرامية بتختفي تحت عباءة دينية نعم لا العباءة الدينية يعني حاشا لله ان تكون هي غطاء طبعا حاشا للإسلام وخطبالك انت لس انتقولك كدين منزح عن كل هذه المظاهر الإجرامية ولكن ما يقوم بها هم يعني الناس فئة ضالة وتكفرية ومجرمة بكل تأكيد وبعيدة عن تعليم الإسلام ولا ينتهي الجدل انا بشكركم وقتنا لأسف بنتهي بشكركم شكرا جزيلا سيارة اللواء محمد زاكي مساعد وزير الداخل الاسبق شكرا جزيلا لسيادتك شكرا يا فاند شكرا كما اشكر سيارة الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي بجامعة عن شامد شكرا جزيلا شكرا شكرا وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشرعية لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء